يقول ما حكم من يستهزئ بشيء من السنة وهل تجوز مجالسته والسلام عليه إن استهزئ بشيء من السنة فهو مرتد قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم مؤمنين في الأول لكن لما تكلموا ارتدوا والعياذ بالله الذي يستهزئ بسنة الرسول هذا يعتبر مرتدا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل نعم